ادركوا دلوقتي لسؤالنا التالت والسؤال ما هي التحالب الحمراء هي نوع من انواع التحالب سميت بالحمراء اللي احتوائها على صغر الحمراء وبتختلف شدتها من نوع لاخر في الاحمر الناصع ولكن لا يمكن الاعتماد على الصبغة دي كصفة تشخصية بتكون محتجبة في بعض الانواع والتحالب الحمراء دي بالمقارنة بالتحالب الخضراء او التحالب البنية صغيرة الحجم ودقيقة بتنمو بشكل متصل بالصخرة او بالتحالب الاخرى بتعتبر دورة حياة التحالب الحمراء من اصعب واعقد دورات الحياة في الطبيعة وكمان اكترها اختلافا بتتميز جميع الانواع بافتقارها الخليطة كصورية مهدية او مسوطة ووجدت التحالب الحمراء بكصرة في المياه البحرية العزبة في المناطق الاستوائية والمعتدلة كمان بتنمو بشكل متصل على الصخور او على النباتات البحرية الموجودة في المياه العميقة والهدية تحت مناطق المد والكسر ونظراً لوجود السبغة الحمراء فبتستطيع العيش على اعماق بعيدة في البحر بتقل فيها الاضاءة زي ما حضراتكم شايفين ده شكل التحالب الحمراء دايماً احنا بيبقى في زهننا التحالب بتبقى لونها خضراء لكن التحالب الحمراء دي برضو زي ما حضراتكم شايفينها واتكلمنا علىها ان روح دي بيبقى